الكابتن الكبير والجمعة كنا بنتكلم على من المدربين اللي أسروا فيه كابتن حسن شحاتة وكنت بتحكي على موقف في كاس القرات مباراة مصر والبرازيل آه يعني سألتني عن موضوع المدرب يستمتع واللعيبة تستمتع مع المدرب فالكابتن حسن باللعب البرازيل وكنا قبل المباراة الأنين والبرازيل اسم معروف ولعيبة طبعا كلهم بأرقام وأداء معروف يعني لكل الناس يعني فدخل بين الشوطين كنا الشوط الأول فيه اهتزاز بعض الشيء كده دخل عمل موقف دايما عكس طبيعته ودي النقطة اللي بتحسب للمدرب أنه هو يعني الرياكشن بتاعه وتأثيره على اللعب دايما كابتن حسن كان معروف أنه هو هادي مش عصبي إنما في الموقف ده دخل استفز اللعيبة دخل ضرب التلاجة على قدر طبيعته ها على عكس طبيعته اللي هو فوق اللعيبة صدمة نفسية صحية على النقيد احنا قلنا جوزية شخصية قوية ودايما بيعنف ودايما في مباراة الصفاقيسي دخل بين الشوطين كابتن هاني الشوط الأول كنا دخل فينا هدفين الحكم لغاهم تسلل بغض نظر عن صحة الهدف أو كده إنما على عكس طبيعته دايما هو متطلب دايما بيخش يدوس في اللعيبة ويطلب أقصى حاجة دخل هادي جدا قال لك أنا مش عايز منكو حاجة غير 45 ديئة للتاريخ بص الفرق بين شخصية ده وشخصية ده إنما الاتنين طبعا موقفين عكس بعض تماما وعكس شخصية الاتنين عكس طبقاتهم فهو ده ده نوع من الاستمتاع إن المدرب يقدر يوصل ويوصل المعلومة اللي هو عايزها للعيبة وده شفنا على فكرة في أداء خاصة مع الكابتن حسن شحاتف في الأداء بغض النظر عن إمكانيات الفنية اللعيبة وإمكانياتهم داخل الملعب كنا بنحس فيه بتلعابهم مبسوطين بالجيم فرحانين بالجيم وده بيأثر فنيا وبيأثر كمان عن نتيجة